نحن نمنع طرف الخيمة إطافة الدنيا عنه من 2016 لحد الآن لا صوبات لا أي شيء يجعل مخيم هالشيء ما بيصير بأيديهم العارية وقلوبهم المتعطشة للدفء عبثاً يحاول هؤلاء الأطفال مساعدة ذويهم في درء خطر السيول والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في مخيم صامدون شمال غرب سوريا العاصفة تسببت بنزوح داخلي من خيام إلى خيام أخرى في المخيم نفسه إضافة لتنقل السكان من مكان إلى آخر أقل خطورة باعث صار مطر كثير ماشاء الله وهو عندي ثلاث خيمة ثلاث عوازل حط لها وبيتعمي نسح لعندي بيتعمي ساكنين فوق نسح لعندي خيمة نطافت عن الوضع بالمخيم سيئ جداً تدفئة لحد الآن ما أجت خالص ولا أطلاقاً صوبات ما أجى من 2013 لحد الآن لا صوبات لا أي شيء يجعل مخيم هالشي ما بيصير يعني كل يدنا عن ماشين ويا رب سدرا لم تنفع محاولات سكان المخيم في درء خطر الفيضانات التي حصلت هناك إضافة إلى الضرر الحاصل في الخيم نفسها كونها أصبحت قديمة خيمتنا تعبت موي وما عنا مطرح لنا بنزحنا لعند المعامرين وما عنا الشيء يعني ما عنا نحط عم نقص ضوالب ونحطهم بالصفة طافت الدنيا علينا والله يا عمه أما أغلب الخيم تضررت بشكل كامل كونه الخيم من 2013 سلمت الناس من أول ما صار المخيم الناس كلها تضررت ما ظل عندهم غزاء لا ظل عندهم لباس لا منامي هذا هو حال سكان مخيم صامدون في الشمال السوري شتاء قد يكون الأقصى عليهم منذ سنوات وما من مجير لهم إذ باتوا يمسون ويصبحون على سيول وبرد وبرد